يختتم يوم غد في متحف الفنون التزيينية في باريس معرض حول كارتيه والفنون الإسلامية برعاية متحف اللوفر ومؤسسة كارتيه للمجوهرات ويتضمن المعرض قسما مخصصا لموضوع جاك كارتيه في الهند والبحرين حيث تعرض مجوهرات تتضمن اللؤلؤ البحرينية الذي كان جاك كارتيه يقصد البحرين بحثا عنه وإضافة إلى مواد أرشيفية وصور تاريخية لصيد وتجارة اللؤلؤ في البحرين الموثقة في أرشيف كارتيه أثناء زيارته للبحرين خلال عامي 1911 و1912 بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي المتميز وخلال زيارته للمعرض أشار الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين تزخر بالعديد من المحطات والروابط معتبرا أن استعراض معرض كارتيه والفنون الإسلامية لهذه الروابط دلالة على متانة الشراكة التاريخية ومن جانبه أثناء سيد أوليفي جابيه مدير المضحف على الاهتمام الكبير الذي تليه مملكة البحرين للثقافة عموما وللآثار خصوصا مشيدا بالتعاون الوثيق القائم بين الهيئة التراثية والمتاحف في كلا البلدين الصديقين تزخر العلاقة الثنائية بين البحرين وفرنسا بمحطات عديدة والعلى أبرز هذه المحطات ما جمع تجار اللؤلؤ في البحرين عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج مطع القرن العشرين بدار كارتيه للمجوهرات ودور المجوهرات الفرنسية الأخرى استعراض معرض كارتيه والفن الإسلامي لهذه الروابط التاريخية لهو دلالة على متانة هذه الشراكة اشتغالنا الثقافي مستمر في باريس لإبراز ما تمتاز به مملكة البحرين من تاريخ وتراث أصيل موعدنا القادم مع الجمهور الفرنسي بمعرض دلمون في متحف اللوب نهاية هذا العام والذي يأتي استجابة للاتفاقية الثنائية المبرمة بين الطرفين على الهامش الزيارة الأخيرة التي قام بها حضرت صاحب الجلالة الملك مفدح حفظه الله ورعاه للجمهورية الفرنسية مجددين احتزازنا وتقديرنا لما يليه جلالته من اهتمام ومسانده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا كان لجاك كارتي محطة في الخليج وتحديدا في البحرين وخلال زيارته للبحرين حاول جاك كارتي خلق روابط مباشرة مع القبائل المعنية بتجارة صيد اللؤلو التي كانت مزدهرة في مياه الخليج حول البحرين وأحضر صورا عديدة التقطها بنفسه وأجرى ريبرتاج حقيقي حول السفني وصيادي اللؤلو واللقاءات مع الأهالي ونراهم في الصور جالسين بالقرب من كميات من اللؤلو حيث يعرضون ما لديهم للبيع ترجمة نانسي قنقر